اتبعوا tentang تحكيم مصر 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 يعني يجب أن يتأكد تقني هذه الآلة ممتازة يتحدث لكي إبقاء أجل حسن مصر بسم الله الرحمن الرحيم. آآ بحب اتوجه بالشكر طبعا لجمعية جنوب الوادي على دعويت ان انا نكون موجود مع حضراتكم النهاردة. بقيادة الاستاذ الدكتور آآ محمد مصطفى متولي والاستاذ الدكتور محمد الشحات. والاستاذ الدكتور محمود البتانوني اللي مش موجود دلوقتي. ويمكن دكتور آآ علي ودكتور علامية ودكتور مروان. واتمنى كل ما نستش حد يعني. وطبعا سعيد ان رئيسة الجلسة هي الاستاذة الدكتورة قلفت. وزي من دكتورة جهان قالت هي حبيبة القل فعلا هي حبيبة القل. وسعيد بوجودي في وسط زميلي واسات زيتي. وفي الحقيقة انا عايز اتكلم على موضوع اللي هو دكتورة جهان كانت بتقول احنا بنفضل ساكتين على العيان ونرفع الاكسوجين. وبعد كده اودي المستشفى في خلال اربع ساعات هيبه مية في المية مرتلت. ليه? لان انت مشيت بالعربية وهي سخنة. يا عم موقف يقول لك ما هي دايرة. دايرة ومشية اه دايرة ومشية. الحد ما في النهاية بتولع. المفروض لما تديك الارم وتقول لك فيه لمبة حامرة. العربية بتسخن حضرتك تقف. ما تقولش ما هي ماشية وقدين مكمل. يعني العيان بيمينتين ساتيوريشن. سبعة وتسعين في المية برسبيراتوري ريت ستين. وملاية تحتيت تقسر من الوركوف بريزن. يا بنتك كده في حاجة غلط. كويس. ايه اللي بيخلينا نوصل لهذا الغلط؟ الرعب والخوف من الميكانيكال فينتيليشن. او نان انفيزيف. حلوة. كنا زمان لما نيجي نتكلم على الفنتيليشن نقول العيان الفنتيليتور عوّره. كنا بنقول الفنتيليتور انديوز دي لانج انجري. وبعدين رجعنا في كلامنا قلنا لا ده اسمه فينتيليشن انديوز دي مش فينتيليتور عملية الفنتالة ذات نفسها هي اللي بتعوّره. وبعدين اكتشفنا بقى دلوقتي ان العيان هو اللي بيقزي نفسه بنفسه عن البنتيليتور. يعني عندي حاجة اسمها نفس اقنال وعندي وبعدين比تيليشن. طيب انت هتكلمني على مين. هكلمك على حاجة واحدة بس اللي بتاعات العيان تقوللي طب هو الفنتيليشن يأذي العيان atenه مش بتدوله اكسوجين بنسبة مية في المية اه يبقى فيه اوكشن توكسيستي. مش بتركب اندوتراكيال تيوب. يبقى فيه اووروتراكيال بتاعة التيوب. ويبقى فيه عندك الارجانزم اللي بيعمل لك الفنتيليتور اسوشيت ادنموني. تلات حاجات بحرف الاو عشان ما تنساش. الارجانزم والاوكسوجين والاوروتراكيال انتيوبشن. طب والفنتيليتور بيقزي العيان بيقزيه بكم طريقة بطريقة الخط. فيليو تروما باروتراومة قتلكتيترومة ارجوترومة ريوترومة. بتدي بالمي يخش يغبط في الفيولاي اسمها فيليو تروما بتدي بريشر يغبط في الفيولاي اسمها باروترومة. الفيولاي قلبلة وتفتح وتكلابس وتفتح وتكلابس وتفتح. اسمها ريس nieuwe إسمها أتاليكتي ترومة يتطلع لك إنترلوكين إت يجيب النيوتروفيل تطلع الركض ويبواز لك الألبيولاي يبني إصلك الريو الريو هو الفلو إسمها فلو لما يخش عامل مثل الخرطوم كده لما تدوس عليه يد فلو عالي يخبط في الألبيولاي اسمها ريو ريو ترومة إرغو ده الميكانيكال باور ترانسيميتت فروم زماشين توزا بيشن اسمها إرغو ترومة دول الخامسة بتوع إيه؟ الفنتيليشن لا بتوع الفنتيليتور بتوع الفنتيليشن ثلاثة وبتوع الفنتيليتور خمسة وبتوع العيان اللي بيأزي نفسه بنفسه دول أربعة طيب نبتدي بقى الكلام يبقى هنا ده بداية الكلام لما تيجي تنصح يقول لك نهيتك ما انتهيت والإيه؟ والطبع فيك غالب يبقى هنا مهم جدا لما أجي أنصحك وقول لك خد بالك ما تقول ليش أنا واخد بالي وعارف كويس أنا بعمل إيه؟ أنت ممكن تكون بتأذي نفسك بنفسك وتبقى عامل زي ده كده يقول لك ما حدش له دعوة أنا عارف أنا بصرف إزاي وهو حاطط نفسه كويش المدفع يقول لك لحد الوقت من ميتين وخمسين سنة فاته أقمن بوزطة بريشر فنتليشن يقدر عيان يحصل عليه؟ الموز تو موز بريزي هو ده اللي ما يقزيش العيان وبس The lung of one man may bear without injury as great as a force of those of another man can exert which by the pillow cannot always be determined يعني لو انت هتدي بالفنتليتور ما يقدرش يحكمه حاجة الوحيدة اللي تخليك تقزي ما تقزيش عيان ان انت تدي له البصد بريشر ببقك طب وهو ده هينفع مش هينفع ولو راجل هيفنتل ست برضو مش هينفع لا يجوز الARDS احنا عارفين دايما ان هو اسمه adult respiratory distress syndrome لكن هل فيكو حد عارف او سمع ان الARDS عايزين يسموه نوزوكم يا الARDS عارفين يعني ايه؟ يعني بيجي لك العيان من غير ARDS ويخش المستشفى انت تجيب له ARDS ودي هنا بيوريك قد ايه؟ بيبرز كتيرة جدا اللي بكلمت على اللانج وعلى الفنتلاتور انجوز لانج انجير وعلى ARDS كتيرة وكتيرة وكتيرة الفنتلاتور بيقزي اللانج او بيقزي اللانج ايه السبب؟ الطايدة الهولوم هو داخل على الالفيولاي عامل زي الناس اللي داخلين من زفة ورايحين على الحارة يقول لك بقى يا سات رستور من دقول الايه؟ الحارة يا سات رستور من دخول الطايدة الهوليوم على الالفيولاي دخول الطايدة الهوليوم ببوسط في بريشر على الالفيولاي مش حاجة طبيعية هو ده اللي بيعمل فينتليتور انجوز لانج انجر لحد دلوقت انا لسه مدخلش في الموضوع بتاعي فات خمس دقائق هحاول اجر يبقى الـ ARDS عايزين يوصلوا بيه يقول لك ده العيان بيجيني وفيستاتيستيكس بطول هزا الكلام ان العيان جايلي من جائر الـ ARDS ولما دخل المستشفى بدأ يدفلوب الـ ARDS يبقى انا في عندي مشكلة ومشكلة كبيرة جدا طب ازاي تحمي العيان من الـ ويبقى لنا فيها يعني سيشن كاملة مع الاساس دكتور محمد مصطفى طيب اذا الـ بيعور اه طب ما تفنتله بسرعة وشيله او فنتله على مهلك وتعرض لكل المشاكل صح يبقى هنا يقول لك فينتليت كويكلي عشان تهرب من مشاكل الفنتليشن ولا فينتليت بالراحة وتيك يور تايم وشو بقى تمشي على كل ما لزة وطاب من مشاكل وتتعرض لها حلوة اوه يقول لك في الـ ARDS العيان مش بيموت من هيبوكسيميا ده بيموت من ملتبل أورجان ديس فانكشن ودي مهمة جدا ليه بقى يا جماعة يقول لك ان الـ ARDS بيطلع انفلامتري سايتو كانت تخرخر في الجسم كله صح تلاقي العنى عنده يارد اس ورجليه مورمه ووشه مورمه ومنفخ هوا يعني دلوقت المشكلة فين في اللانج ولا في الجسم المشكلة في اللانج وأثرت على الجسم يبقى هنا يقول لك المشكلة في ساعة مورمه ومنفخه يتبعه حتما بالنسبة للي شغالين الـ iso يكتب بماء الزهر موت فروم هارف العلمة بيموتش من هيبوكسيميك أكوترسباتري فيليار ومال بيموت من إيه من مالتبل أورجن ديس فونشن ومالتبل أورجن فيليار حلو واتزا بيشنت إز دوين استو كيب زا بيشنت لايف شورتر يعيش شوية بط كيلينجيهم لونجر صح تمام وبعد كده أقوله إنه علاج إيه صيني يبقى الفينتليتور انجيوس دلنجي انجري الانفلامتراسي توكاس بتقودش في اللنج بس لا دي بتقود في اللنج وترمي على الجسم ككل يبقى أنا عايز أوصل لما أبدأ طخه بس ما تعوروش فنتله بس ما تقزهوش ينفع ما ينفعش شو تنطو كيل مش موجودة عندنا طب هعمل إيه بقى عشان فنتل العيان وما يقزيش نفسه بنفسه الفوليوترومة والباروترومة اتفقنا عليهم والأتاليكتو ترومة حفظناها الجولاي بتفتح وتقفل على نفسها وكل لابسك والإرجو والريو قلنا دول نيو كيدز لسه أول مرة نسمع عنهم والبايوترومة اللي اسمها بايولوجيكال ترومة حلو يبقى لازم تقعد وتراجع نفسك من وقت للتاني وتنكر أخطائك يقول لك من كم يوم قعدت مع نفسي أقيم الفترة اللي فاتت وواجهة بأخطائها بس الحمد لله أنكرتها كلها ومعرفش شمسك عليها ولا غلط ده طبعا مش مظبوط حلو بداية المشاكل اللي بيعملها الفنتيليتور فوليوترومة باروترومة أتاليكتوترومة إرجو ترومة ريوترومة بايولوجيكال ترومة ده مش موضوع النهار لكن عايز أوصل لحضرتك إن كل ما كنت بتفنتل لنجة حلوة كل ما كان الفنتيليشن حلو وآخر حلاوة صح واحد راكب عربية وماشي في طريق متسافلة عنده مشاكل لا هم لا يهب عنده مشاكل إمتى لما يظهر له طوبة ومصمار وزلطة وصخرة هي دي المشكلة بقى عايزك تحفظ حضرتك من ورايا كلمة هوموجينيس لانك إز بروتكتد لانك ودي مش المشكلة بتاعتي خالص ألف عيان الإير دي إس عند جي جي أو وعند جراوند بلاس وعند صولد يبقى فيه حتة حلوة وحتة مش كويس طب الفنتيليشن هيروح فين هذا هو السؤال يبقى ده الإرجو ترومة خلاص اتفقنا عليها الميكانيكال باور اللي بترانسيميتد للعيان من الماشين وطبعا بتضرب في كل مكان في السليم واللي مسليم والريوترومة ده فلو وداخل على العيان بيخبط في ألفيولاي هيلسي أو أنهيلسي يطلع منها انترلوكين إت يجيب النتروفيل والنتروفيل تطلع اللي جواه حلوة يبقى الواحد بيفرج الصبح واردا مفتاحة ويرجع بعد الظهر بطة ده موضوع المحاضرة بقى اللي أنا عايز أوصله لحضرتك إزاي العيان بيأزي نفسه على الفنتريتور انت عايز تقول لي إيه عايز أقول لك ساعات يخش عليك الدكتور يقول لك أنا عايز العيان يتنفس واحد تاني يقول لك لا أنا عايزك تخمده تفتكره مين اللي صح إن العيان يتنفس ولا العيان ينام تماما تقول لي لأ حكاية يتنفس أو ينام تماما الموضوع لازم يكون فيه تفصيل الـ Spontaneous breathing إحنا بنحبه آه بس زي ما بتحبه لازم تكرهه لأنه ممكن يعمل لك حاجة اسمها Self-Inflicted Long Injury بيسموها بي سيلي Patient Self-Inflicted Long Injury العيان بيأزي نفسه بنفسه إيه الدليل؟ الدليل بقى اللي أنا أكلمك عن الجانب المظلم من القمر Dark aspect of the moon أو dark side of the moon يعني إيه تقول لي أنا دايماً كراجل بتاع Ventilator بأزعلان أول لما لاقي العيان نايم وما بيتحركش أنا عايزه ي Ventilator يتحركش معنى تقول لي أنه بيحصل حاجة اسمها Disuse Atrophy of the diaphragm العضو الذي يستخدم يطبر ويانه والعضو الذي لا يستخدم يضمر ويضعف دارو نفاندي كويس طب أنت لم تتنايم العيان تماماً وتخمده الديافرام شغاله ألا مش شغال مش شغال شغال باسف يبقى يأتي لك حاجة اسمها VIDD Ventilator Induced Diaphragmatic Dysfunction تتغلب عليها إزاي؟ أن أنت تقول لي العيان خد نفس عشان تمرن العضلة دراعك الخامل لما يجي لك لقدر العضلة بتضعف ولما يبدأ يعمل فيزيوسيرابي العرض ترجع تاني لقوة يبقى أنا مش عايز الديافرام يجيني فيه What is called Ventilator Induced Diaphragmatic Dysfunction والمصل يحصل فيها على مستوى الميتروكوندريا يحصل لك حاجة اسمها ساركوميريك إنجري مش مشكلة كلام في الهستو باسولوجي يعني والعيان يخش منك في ال VIDD طيب ونقدر نيتكت الكلام دوت بالصنار ونقدر نيتكت الكلام دوت بالإيه بالdiaphragmatic Contractility الراجل ده يا جماعة اسمه تاكياشا يوشيدا ده أهم واحد يتكلم على الpatient self-interacted lung injury وقال كلام فيه غاية الخطورة يقول لك نحب الفنتيليشن بتاع العيان شجعه وقلي يجري ويأخذ نفس وبتاع لأن ده بيحسن إن العيان ما يجيليش VIDD صح وإيه كمان وبيحسن original ventilation جميل يعني ده حلو طيب يقول لك من طلب العلة صهر الليالي حلوة واللي وراها يقول لك نم مبكرا واستايقظ مبكرا يبقى في حاجة اسمها هجمع إزاي ياخد spontaneous ولا ما ياخدش ياخد ويأفويد الفي آي دي دي ولا ما ياخدش ويأفويد السيلف انفلكت ده سؤال تقول لي هو فيه إفدنس إن العين ممكن يقزي نفسه بنفسه خد بقى معايا الكلام بالراحة آه ممكن يقزي نفسه بنفسه شوف هنا يقول لك اللي باللحمر دي كان الأوكسوجين ساتوريشن زي الزفت ولما ديت للعين باراليسيس الوكشن ساتوريشن نط عارفين ليه؟ خمدت العيان فالفنتليتور هو اللي قاين بمجبود الشغل هو أنت كل مشكلتك إيه في الفنتليشن بتاع العيان إن العين ليه مخ والفنتليتور ليه مخ والدكتور ليه مخ والهدف إن مخ العيان يتوافق مع مخ الجهاز يبقى لو خمدته هيتوافق يبقى ما أسهل إن أنت تخمده صح بس وإنت بتخمده ما تنساش إن أنت هتعمل إيه في الديافرام VIDD Ventilator Induced Diaphragmatic Dysfunction تاني الـ Spontaneous Effort كان الـ B2 على الـ F2 وحش لما نيمته بتصلح يبقى نيم العيان قال لك لا أصبر علي لما كان فيه عندي Spontaneous Effort ولما كان فيه عندي Paralysis كان الإنفليميشن قليل لما قاسوا الـ Interlucine 6 في الـ Spontaneous Effort كان قليل ولما خمده كان عالي ولما خمده العيان قال يبقى إذن العين ممكن يقزي نفسه بنفسه الـ WSGN بتاعه يقل والـ B2 على الـ F2 يقل والـ Interlucine Inflammatory Sight تقانز تزيد لو هو بيتنفس بصورة طبيعية آه تقول لي طب ما ده أنا مش عايزه ده هيقزي نفسه وانت حتى الآن ما قلت ليش هو بيقزي نفسه ازاي هقول لك لما خمده العيان في الـ Spontaneous Effort بالـ Paralysis بالـ Eskita المصر Paralysis اللي هي الفنتانيل المورتاليتي قلت Survival ذات يبقى إذا نخمد العيان كل ده باستشهاد الناس اللي اشتغلت على مئات الآلاف من الـ ARDS طب عاست تقول لي إيه بقى يعني إيه الرسالة اللي أنت عاست توصلها لي واحد لو فيه Strong Effort هيعمل لك باروتروما ده العيان هو بيتنفس على الفنتلاته طيب ممكن يفرق على العيان قال لك ممكن يفرق على العيان ايش معنى؟ لأنه بيدخل طايدة الـ Volume مع الـ Boosted Pressure اللي بيزقل العيان يعني لو العيان انت مزبطه على طايدة الـ Volume 500 هو بياخد Strong Effort هيبقوا 700 وهيبقوا لتر يبقى ممكن يفرق عليك العيان واحد اثنين وجدوا ان العيانين ممكن يجي لهم Induced A-R-D-S مع الـ Spontaneous Breezy عارفين ليه؟ أقول لك ليه العلم ما ياخد نفس غوية النجاتيف تبقى الـ Interestration Pressure تبقى كامل تبقى مور نيجاتيف ولا ليس نيجاتيف تبقى مور نيجاتيف يبقى لو انت بتدي بـ Boosted Pressure عشرة عشرة نائس نائس عشرين يبقى بقى هم تلاتين يفرق على العيان على عكس لو كان عشرة وما فيش عندك حاجة يبقى هم العشرة اللي بيتعرض له يبقى انت بتزود الـ Pressure كويس كويس متابعين معايا ولا الموضوع صعب شوية؟ ولا مكالك عشوية؟ جميل يبقى اذا الـ Spontaneous effort ممكن تأذي العيان وفي السفير ERDS يتعظم هذا الدور ايه الميكانيزم بقى؟ انت حكيتلي ان المشاكل بتاعت الـ Spontaneous breathing تأذي العيان بكم طريقة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة واحد عن طريق الـ Pressure بص كده حضرتك هنا كده واضح الإشارة اه الـ Pressure 30 تأتي منين من العشرة والـ Pressure 20 يبقى عشرة زائد عشرين يطلع تلاتين لو هنا بقى العيان بيأخذ نيجاتيب بريشر يبقى نيجاتيب عشرين يبقى هنا هنقول نيجاتيب عشرين تلاتين ناقص ناقص عشرين يطلع لك كام خمسين يبقى ترانسيب الموني بريشر بدل ما كان عشرين في الـ يبقى خمسين في الـ Spontaneous يبقى يفرق على العيان ادي اول مشكلة اسمها ايه؟ هاي بريشرز تاني حاجة دي اول مرة حاركوا تسمعوها او ممكن يكون البعض مننا سمعها اسمها بندلافت مانوفر ايه البندلافت مانوفر ده؟ بقولك الالفيولاي ما بتكون كل لابست في حتة الطايد الفولوم وهو داخل يغبط فيها اكتر ما بيغبط في الالفيولاي السليم وانا قلت لك العربية وهي ماشية لو عدت على زلطة زي ما هي معديها على اسفلت قوة التصادم هتزيد مع مين اكتر؟ مع الصخرة او الزلطة؟ يبقى هنا في حاجة اسمها الوكل بايو تريمة عن التصواء اليسراء ايه ايه بحاجة اسمها ومع الاقومنات في العitatesم تصوات الانغرام عامل أسلام لا يوضيع الاستلاقات كث Really? ح وحاجة الاصلمة حروح يغبط اك اكتر في الالفيولاي الانهيلس هذه تاني حاجة الوكل بايو تريمة والتايدل ريكروتمنت زي ما اتفقنا لما بتفتح الالفيولاي بالبسط يفتح لك اللونج فوق وتحت وديكوا شايفينه في الليسبونتينيوس اللي على الشمال وعشة واللي على اليمين كويس لما خمدت العيان كله بقى حل جميل يبقى خمده أحسن من الليسبونتينيوس تقول لي اه اش معنى الليسبونتينيوس بيفتح الالفيولاي كلها طب ما تي حاجة حلوة اقول لك لا احفظ بقى معاك كلمة دي انجري او كير هوير جاز جوز تاني انجري او كير هوير جاز جوز تقول لي هو ايه هوير جاز جوز هقول لك الفيولاي كانت انهيلسي سيبها انهيلسي ونايمة دراعك مكسور خليه مكسور ما بيتحركش مش تفتح للسكة عليه فالطايد الفيولاي مخش يرشق فيه فيعمل لك مور دامج انجري او كير وير جاز جوز الليسبونتينيوس بريزنج يقدر يفتح الكلابس الالفيولاي احسن من البوست فريشور بنتيليش يبقى لو سبتها بعبلها او نيمتها خالص بالباراليسيز هتحمل عيان من المرتلتز ادي تاني حاجة اسمها بندالفت او بندالفت منوك وهنا بيوريك هو العيان اللي واخد مصر الباراليسيز مش قادر ييقوى الديستريبيوت والسبونتينيوس بييقوى الديستريبيوت في كل حت يبقى كل ما تقضي على السبونتينيوس كل ما تحافظ على اللنج انه لا يحصلش فيها انجري بصورة عانية الحاجة الثالثة هنا بيوريك اهو ادي الكابيلاري بريشور هنا اثناشر لكن البلوري بريشور عاشرة البلوري بريشور مع النجاتيف بتاع الانتراسي بريشور في الاسفونتينيوس بريزنج يخلي فيه اوزنج يبقى فيه مور بريشور الالسلايد ده بمليون جنيه العيان اللي عنده اردي اس ما تخلوش يتنفس بنفسه لان لو تنفس بنفسه النجاتيف ها؟ يبقى ثالث حاجة اسمها ايه؟ اتشينج ان بيرفيوجن وربح حاجة اسمها بور سينكروني العيان يجي يخرج الفنتيليتور بيدي او العين بيدي والعين بيخرج يبقى انت هطفاية الفنتيليتور دي اسمها ايه سينكروني كم حاجة دول اربع حاجات بيقزي العيان بيهم نفسه البرشيرز اللي بتتغير والبندلوفت مانوفر والبرفيوجن اللي بيزيد والبور سينكروني لسولة الحفظ اربعة بي يعني عشان ما تيباش ايه زعلان اذا يبدأت الايه سينكروني وعشان كده بقى بيقولك العين يخش جوه فيشي السيركل كبيلاري ليك تعمل لانج اديما تنقص الجزكس اكشينج تزاود الرسباتور درايف النفس يزيد العين ياخد النفس بنفسه يخش في سيلفين تريكتل لانج انجري تعمل لك مول كبيلاري ليك وبالتالي تخش في البيشي السيركل بتاع الاردي اس والعين ما يقدرش يقوم من هذه القصة بسبب السير انجري والمور طبعا انا في الحقيقة يا جماعة انا اشتغلت مكانيكا البنتيش بقى لي تمانية وعشرين سنة وانا بسمع الكلام ده من الراجل اللي اسمه يوشيدا بتاع الصين او اليابان انا كنت قاعد في حالة زهول قد ايه هم قدروا يستضي الميكرو انفيرومنت بتاع الالفيولان يبقى انت يبقى اخر طموحاتك قال له تغدى قال له لا طموحاتك المستقبلية قال له اتعشر يبقى انا الهدف بتاعي حاجة واحدة بس ان انا خلي الهوى هواية يعني ايه اخلي مزاجي زي مزاج العيان زي مزاج الفنتيليتور بيشنت برين يبقى زي الفيزيشن برين فالديس سينكروني تقل والسبونتونيوس بريزنج كهازاردس افكت يختفي اخر حتة بقى بحب اختن بها جماعة اسمها ايه سينك سمعتوا عنها الالكترونيك سينكين دي اللي واخده برقية اختراع اللي عاملها بريوس يقولك الديفرام بينزل وانت بتنزل الديفرام ادي الطايدل فوليوم وقال لك انا اعرف منين الديفرام بينزل اختراعوا حاجة اسمها نازر حط الكتروض في الديفرام ياس دي وهو نازر بس ده محتاج الكتروض وانفيزف قال لك ده بقى مش هيحسب كده الاسينك يقول لك ايه ومجرد ما اللي عامل يبتدي يسحب النفس هو بيكريت فلو غلط بيكريت فلو فلوستي غلط بيكريت فلو فلوستي اكسليريشن تاني العيان هو بياخد النفس اللي بيحصل بيحصل تشينج اوف فلو الفلوسي اكسليريشن زي ما بيقول لك كده اهم من الشغل تصبيت الشغل انا هنا بقول لك برضو اهم من الفلو هو قياس مدى التغير في سرعة الفلو اول ما العيان بياخد النفس يروح مديله عشان كده يقول لك بريثينج ويزا بيشنت نوت فور زا بيشنت افتح الباق افتح الزبان انا خلاص يعني دي الرسالة اللي انا عايز اوصلها يا جماعة اسمها وعلى فكرة ده موت غالي لا ده رخيص جدا وموجود في الفنتيليتورس بتاعت بريث كلها بيبتدي من الباي بابل اللي هو ثمن واثين وعشرين الف جنيه وانتهاءا بالانفيزيب فنتيليشن والنانفيزيب فنتيليشن اللي هو ثمن وممكن يوصل مية وستين الف جنيه يبقى هنا الحتة دي مهمة ادي شكل اهو الدايفرام هينزل اه هيعمل تشينج انفلو فلوستي اكسليريشن يبقى دايما الفنتيليتورس هيدي النفس والعين بيشفت ده فن طبعا واخد براءة اختراع يبقى اهم من الشغل تثبيت الشغل اهم من الفلو قياس مدى تغير سرعة الفلو جميل يبقى اهم من الشغل تثبيت الشغل قال له غشيم تثبيت الفطر مع زمائلك في الشغل يبقى بريزينج وزي بيشن نوت فور زباشن بريزينج وزي بيشن نوت فور زباشن ادي الايسينج اللي اتفقنا عليه انه هو بيقدر يقيس التغير في سرعة الفلو وبالتالي يخلي كده الفنتيليتور مع العين زي سكينة في الحلاوة او في القشت مفيش مشكلة بيقول لك مبارح حلمت ان انا باشرب شاي والنهارده صحيت شرفت الشاي الحمد لله ما ده اتحقق ايه احلامي وبعدين يقول لك مفيش احلامي انك لما تكون متضايق تجرى على صاحبك تتسند عليه فتلاقيه متضايق اكتر منك فادينة تبقى زفت على ادنكك انتو الاتنين شكرا جزيلا يعني الف شكرا لستاذ دور محمد عبد الحكيم النادي محاضرة ولا اروع كالمعتاد يعني الحقيقة احنا بنسعد جدا لان